و معنا أم أم أحمد من القائرة أم أحمد تفضلي أم أحمد أم أحمد ألو تفضلي أم أحمد أنا كنت أعزة بس أعرف أن الكروض بتاعت البنوك دي أنا كنت واخده كرد بس يعني الفلوس كلها روحت فأنا معرفتش أعمل بيها حاجة فهل الكروض دي بتبقاها حلال ولا أنت واخدك قرد كان عشان إيه أولا أولا مش هنسميه قرد غير ما نشوف أنت واخده ليه أنت أخذت المال من البنك عشان إيه عشان أشتغل بي يعني أنت أخذت الفلوس دي عشان تمولي مشروع أنت عتعمليه طيب ده يا بنتي مالوش دعوة المشكلة ده أولا لو أخذت الفلوس عشان تحطيها في المشروع ده اسمه تمويل وده وتحلال فالناس اللي قالت لك أن اللي حصل كده والفلوس دي ضاعت والفلوس أخذت الحلال والحرام خده بعض لا الكلام ده مش حقيق أنت كل الحكاية أنت ما قدرتش مشروعك صح أو أن ربنا أراد منك أن أنت تكتهي دي وتفكري أن تفكري في مجال مناسب لقدراتك ومناسب للشغل أن أنت بتعرف تعمليه إنما أن أنت الفلوس راحت لأن هي حرام لا لو أنت ده قدت الفلوس وحطتها كلها في المشروع ده جائز واسمه تمويل وما اسمه شقرد وده وتمش حرام خلاص أم أحمد عشان كده هدي بالك بس وطمئني بالك وانت ما عملتش ربا ولا أي حاجة إذن عشان بس الوسواس اللي ممكن يحصل في حالة أم أحمد أم أحمد ساعات يحصل عند ناس كتيرة وسواس يجي لهم ناس يقول لهم على فكرة القرد اللي أنتوا خدتوا ده حرام وهيكل الحلال معاه وانتوا حياتكم مع تتضمر ومش هتلاقوا حاجة تعملوه وهو يفضل دماشي ولازم تتطهروا من ده اتقوا الله في نفسكم بلاش الطريقة دي خلاص استقر الفتوى إن الأموال لو أخذت من أجل تمويل سلع أو تمويل خدمة أو تمويل مشروع طبعا على رأس عزيز ثلاثة المشروعات دوة مال للتمويل وليس مالا على سبيل القرد ويبقى دوة جائزة إن الواحد يأخذه دوة اللي هيخلي الحياة ده دور بدون ده كثير من الأشياء تتعطل وناس كثيرة أعمالها ستتوقف ولذلك ده نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التمويل وهو ده اللي نحن بنمرسه في مواسال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فلذلك دوة نوع من أنواع التمويل وليس من قبيل القرد الشخصي الممنوع يبقى احنا لازم نفهم ده وعشان كده احنا مش هنلاقي حتى في قانون بنوك ديوقتي لفظ القرد وإما عن لايك لفظ التمويل أو لفظ التسليلات الاقتمانية وعشان كده لازم نفهم إن ده ليس من قبيل القرد ولكنه من قبيل التمويل وده شيء مهم إن احنا نفهمه عشان يخرج الناس كتيرة من الوسواس لأن ناس كتيرة الطريقة اللي احنا بنعرض فيها الفتاوى عليهم والطريقة اللي احنا بنكلمهم فيه وتدخل بعض الناس اللي هم مش مهانين للفتوى بتزيد على الناس وسواسهم وبتخليهم يحسوا بضيقوا يحسوا ببعد عن الله سبحانه وتعالى ويبقى الفشل في إدارة مشروع لا ده سببه إن الله سبحانه وتعالى يحاربهم لأنهم أكلوا الربع لا ده مش حقيقي اشتركوا في القناة